إزاي أعلم أولادي طريقة المشية السليمة؟ إزاي دهرهم مفروض؟ كتافهم لورا؟ بطنهم مشفوطة؟ أحط الكتاب على رأسهم عشان دايماً يبقى عندهم اتزان زي ما احنا شايفين هما بيمشوا على خط مستقيم ممكن الكتاب يقع وينشيله وممكن نسنت بأيدينا لغاية ما نزبط طريقة المشية في منهم رجليهم وهي مشية، رجليهم بتدخل على بعض زي ما احنا شايفين في الصورة احنا بنعلمهم إزاي نزبط رجليهم بنعلم في الأرض بالشكل ده وبنعلمهم إزاي رجليهم تترفع وهما ماشيين عشان طبعاً إنهم يشيلوا رجليهم من على الأرض وبعد كده طبعاً ما بتبقاش هي دي المشية بس احنا بنعلمهم الخطوة تبقى عاملة إزاي والرجلية تبقى مرفوعة من على الأرض من غير ما عمل صوت عشان ما ينفعش نمشي ونعمل صوت وإحنا ماشيين برجلينا أو بالشوز بتاعتنا وبعدين بنزبط الطريقة الكتاب والكتاب دايماً بيزبط رصنا وبيرفع علينا رصنا وبيعمل لنا اتزان فده مهم جداً نعمل الموضوع ده وفي الأرض زي ما احنا شايفين معلمين في الأرض عشان كل واحد يمشي على خط مستقيم وما حدش يدخل على التاني وبعد كده أنا ممكن أمشي معاهم بالشكل ده أي مامي ممكن تعمل كده وتعلم أولادها وبنحاول إن احنا نمشي في دورية كبيرة عشان كل واحد يزبط الاتزان بتاع راسه ويبص في راس اللي قدامه عشان راسه دايماً تبقى مرفوعة مع طبعاً طريقة المشي ازاي على خط المستقيم زي ما انتو شايفين معانا كده احنا بنلف وبنشوف اتزاننا والكتاب يقع وينشيله وبيدينا ثقة بالنفس أكتر ده مهم جداً وبعد ما الموضوع ده خالص هنبتدي نوري كمان وإحنا مشوين إزاي أصبط الرجلين البنوتة اللي ماشية دلوقتي كانت رجلها بتدخل لجوة وهي بتمشي طبعاً بنفضل وراها لغاية ما تصبط شكل الرجلين يعني مرة في مرة هتحاول إنها تصبط الرجلين وده بيحتاج تمرين كتير وبعد كده طبعاً بنقول دايماً يبقى عندنا صبر عشان نعلمهم وفي حاجة تانية لطيفة جداً هنعملها موضوع العصايا زي ما احنا شايفين أنا حطة العصايا في ظهرها عند العضمتين اللي ورا بنزبط الرأس الكتاف اللي ورا وبنزق العصايا لقدام بالشكل اللي احنا شايفينه مع إن أنا نعلمهم إزاي يشفوتوا بطنهم عشان نقدر نمشي مفروضين عندنا ثقة بالنفس رأسنا مرفوعة بصين قدام مستوى نظرنا وزي ما احنا شايفين وهما ماشيين بالعصايا إزاي بيساعد على فرد الظهر وده مهم جداً عشان إحنا أكترنا بقينا كتير ما بنحاولش نفرد ظهرنا وده طريقة سليمة للمشي السليمة اللي هنعلم أولادنا عليها اشتركي عشان عشان